حاجة تخص الاسكواش حضراتكم خلاص عارفين اللي فيها مصر طبعا بتكتسح ألقاب بطولة بريطانيا المفتوحة الاسكواش بعشر ميداليات ذهبية أخرها أحرصها محمد زكريا اللي توق بلقب هديئ البطولة بطولة بريطانيا المفتوحة الاسكواش شباب تحت سن 19 سنة بالمناسبة دي أقوى بطولة للناشئين على مستوى العالم طبعا هذا اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية كمان انبارح حسمت البطلة المصرية الصعيدة فيروز أبو الخير اللقب بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئات الاسكواش تحت سن 19 سنة بعد ما فازت هي كمان في المباراة النهائية كمان توجت سرين محمد وآدم رجب بلقب تحت سن 11 سنة وليان مصطفى ومالك حلمي بلقب تحت سن 13 سنة وماليكة تيمور وفلوفتير صالح بلقب تحت سن 15 سنة ويوسف سالم وندين الحمامي بلقب تحت سن 17 سنة نتكلم على 10 ميداليات لهابية المصر حاجة محترمة جدا لكن هنرجع ونقول مش جديدة ومش عجيبة فيما يتعلق بعالم السكواش لا احنا السيادة اللعبة دي على مستوى العالم الحقيقة أبطالنا هم اللي عودون على كده هم اللي عودون على الفوز وعلى التقلق وعلى الانتصار وعلى ان هم يكونوا دايما محور حديث العالم كل المهتم بشأن السكواش عارف كويس قوي قيمة وقامة وقدر كل اللعبة يعني شباب وشبات المصريين الحقيقة دايما الصحافة بتكتب عنهم كل الأخبار المتعلقة بيهم بكتير من التأدير وعلى مدار اليوم بقنا يعني بنقرأ أخبارهم بتحت المسميات حتى مختلفة كل واحد فيهم ليه اسم أو نيك نيم على مستوى العالم بقى معروف بيه فحاجة محترمة جدا 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 بنتمنى لهم المزيد من النجاحات الفترة الجاية إن شاء الله أنا نفسي أعرف ولو حد عنده إجابة يعني على موضوع السكواش إيش معنى هذه الرياضة تحديدا مصر فعلا فيها متقلقة ما تفهمش في حاجات عليها لم تستفهم أولا هي رياضة مش أصلها مثلا حتى فرعوني يعني هي مش نشأة مصرية طيب تاني حاجة إيه القصة يعني مثلا هل الاتحاد ده بياخد اهتمام أكبر آه دلوقتي طبعا لبعندك أبطال كتير بس في البداية مكانش الاهتمام الفضيع إحنا حتى وقت ما كنا صغيرين كنا بنسمع عن برادة مسكرة أحمد برادة كان في كل رياضة كده عندك بطل واحد وهو يعني اللي بيكمل أو ما بيكملش بقى المسيرة ما بنسمعش أنه فيه أبطال كتير لكن جيل ورا جيل ابتدت تحديدا السكواش مستمرة فيه النجاح ما والاستمرار على النجاح ده النجاح فعلا مش إن أنا أظهر وخلاص والنجاح ده واللي وصل لي لازم يستنسخ في بقية الاتحادات هي دي بقى هي دي النقطة فممكن يبقى فيه بقى اهتمام أكتر من ناحية الاتحاد المصري للسكواش إيه اللي هو عمله علشان يقدر يبقى بيطلع لماذج نكحة كده على كل المستويات مستوى الرجال مستوى السيدات مستوى الناشئات فحتى لو أنت لاحظت اللعيبة اللي كانت يعني مصرية بتلعب اسم مصر بعد كتا جنست باسم دول أخرى على فكرة لما راحوا وبقوا ينفسوا مصريين المصريين كسبوهم مع إن هم كانوا هنا بيكسبوا فدي برضو حاجة غريبة يعني أنا بتكلم شجينات ولا إيه الحكاية أو لعنى بالعكس ده بس يعني احنا شفنا المباريات الأخيرة ما بين الأخوان الشورباجي ايوة طبعا انت جاء الناس وليعبوا باسم إنجلترا كانوا مطلقين جدا